المصريون في الخارج ينهون اليوم تصويتهم قبل أسبوع من الاقتراع على انتخابات الرئاسة داخليا وعلى شبكة تلفزيون النهار الليلة الجزء الثاني من أكبر وأشمل حوار مع السيسي الإعدام للمتهم الأول والمؤبد لثلاثة عشر آخرين في قضية إلقاء الصبية بالإسكندرية مجزء بأهم الأنباء من تلفزيون النهار أهلا بكم ينتهي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت كل دولة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة وذلك في نحو مائة وواحد واربعين مقرا انتخابيا بمائة واربع وعشرين دولة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في تصريحات خاصة للنهار اليوم إن نحو ثلاثمائة ألف مصرية قد أدلوا بأصواتهم حتى عصر اليوم هذا وقد ظهرت مؤشرات أولية غير رسمية لنتائج التصويت بالخارج وقالت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إن مرشحها حقق تفوقا في عدد من الدول التي انتهت تصويت فيها حتى الآن بينما لم تدلي حملة منافسي حمدين صباحي بأي بيانات وعلى صعيد حملات الدعاية الانتخابية طالب المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي المصريين بمساندته في حالة فوزه في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل من أجل المهوض بمصر في المرحلة المقبلة وفي حوار شامل مع شبكة تلفزيون النهار نذيع الجزء الثاني منه مساء اليوم قال السيسي إنه ينوي تنفيذ خريطة إدارية جديدة لمصر كما وصف الشباب بأنهم كانوا وقود ثورتين الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو تتكلم في السياسة أولا عايزة تشتغل في السياسة وده مقبول لكن فيه جزء كبير جدا من الشباب عايزة يشتغل ولحنا بنتكلم في برنامج ورؤية مستقبلية ليه وبنقول عايزين نقفز ليه عشان أكبر حجم من هذا الشباب يبقى عنده أمل في بكرة يبقى عنده شغل يبقى عنده بيت يبقى عنده أسرة يبقى عنده أمل فلازم هم يكونوا مقدرين وإحنا نكون مقدرين إحنا كمان إنه فيه محاولات للإقصاء أو للضرب بين الشباب وبين بيني ليه لا أنا عايزه أنا بقدره أنا بحبه مش هزوله لا دي لا يزعله أما المرشح المنافس حمدين صباحي فقد وصل إلى سهاج ضمن جولاته في المحافظات لترحي برنامجه الانتخابي على المواطنين وقالت حملة صباحي بالمحافظة إنه سيلتقي عددا من الشخصيات الممثلة لمختلف فئات المجتمع ووفدا من محاميه المحافظة وسيختتم زيارته بعقد مؤتمر جماهيري لدرح رؤيته للمرحلة المقبلة وكيفية تعامله مع مشاكل المواطنين في حال انتخابه رئيسا للجمهورية قال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صباحي إن الشعب المصري سيثبت للعالم أجمع أن ما حدث في مصر إرادة الشعب التي حماها الجيش صباحي أضف خلال لقائه اليوم بطلاب كلية الطب التابعة للقوات المسلحة أن المصريين سيعبرون عن إرادتهم الحرة في الانتخابات الرئاسية بدون أي تدخل أو تأثير عليهم مؤكدا أن القوات المسلحة ستنجح بالتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين الانتخابات وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية قال المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانونين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إنها اقتربت من الانتهاء من مسودة القانونين ومن أهم التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب استحداثوا إمكان الطعن على النواب المعينين بقرار رئاسية وعددهم 30 نائبا كما ستجرى الانتخابات بالفردي في 75% من إجمالي مقاعد البرلمان مقابل 25% للقوائم شيع الآلاف من أهالي مركز المينيا في جنازة عسكرية مهيبة شهدي الشرطة الذين استشهداء صباح اليوم بتلق ناري برصاص خارجين عن القانون وهم في طريق عودتهما إلى قريتيهما عقب انتهاء عملهما وتقدم مرسم تشييع الجثمانين عقب تأدية صلاة الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد ومدير أمن المينيا وعدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة زملاء الشهيدين قادت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام المتهم الرئيسي في القضية المتهم فيها 62 من أعضاء الإخوان بقتل أطفال منطقة سيدي جابر وإلقائهم من فوق سطح أحد العقارات كما قدت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على 15 منتهما وبالسجن 15 عاما على 10 متهمين وبالسجن لمدة 10 سنوات على 35 متهم آخرين كان هذا هو الخبر الأخير وإليكم تذكرة بالعنوي المصريون في الخارج ينهون اليوم تصويتهم قبل أسبوع من الاقتراع على انتخابات الرئاسة داخليا وعلى شبكة تلفزيون النهار الليلة الجزء الثاني من أكبر وأشمل حوار مع السيسي الإعدام للمتهم الأول والمؤبد لثلاثة عشر آخرين في قضية إلقاء الصبية بالإسكندرية نهاية مجز الأنباء من تلفزيون النهار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر